السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس ماندف العلوم لطلاب الصف الثالث نبدأ بإذن الله شرح الوحدة الرابعة وهي بعنوان أشق بإساس أي الضوء والصوت وهي تقسم إلى قسمين القسم الأول عشر نيان سمص أي إنعكاس الضوء والقسم الثاني سسمى دايلاء اتكيلاش مسي أي تفاعل الصوت مع المواد بشكلنا نبدأ من الصفحة مائة وثمانية وعشرين مع أولا عشر نيان سمص أي إنعكاس الضوء كما تحدثنا منذ قليل ونبدأ من هذه الفقرة قاينان ضان أي إنعكاس الضوء أي إنعكاس الضوء المنتشر منه كيف يخرج منه وكيف ينتشر أولا هاريون دا أي في كل الاتجاهات ودورو صاليو اللار أي بطرق خطية مستقيمة كما نلاحظ ينتشر الضوء بشكل خط وينعكاس أيضا بشكل خط أشك هاريون دا دورو صاليو اللار النطيف فارق لمعدة ليرلا لن كارسل عشر أي عندما ينتشر الضوء في كل نتجاه هاريون دا في كل نتجاهات وبشكل طرق خطية أثناء انتشار هذا الضوء فإنه يواجه العديد من المواد مختلفة هار معدة وشطل الفارق لبثي من دا تكيل الشر أي أن كل مادة تتفاعل اشتركوا ان اولا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهو يعبر بشكل كامل من المواد الشفافة كالزجاج ويعبر بنسبة معينة من المواد نصب الشفافة كالقماش مثلا القماش الابيض او الورق ولا يعبر ابدا من المواد الغير شفافة كالخشب او الحديد اشتركوا في القناة المترجم الوصف الأمر في أنصر بالطلاة الجتيمة أي أن الضوء عندما يصدق بجسمه غير شفاف ويكون ذو لون فاتح ألتق رنكلي أو بمرأة مثلا كما نلاحظون عينية بيوك ورانة جلدية أورتامة جديد أي أن نسبة كبيرة من الضوء تناكس وتعود إلى المظلم كما نلاحظ هنا أن الضوء يصدق بيوك ورانة جلدية أورتامة جريدون مسينة يانصمة دينير دينير أي يقال يانصمة الأنعكاس يطلق اسم الأنعكاس جريدون مسينة أي عودة الضوء إلى الوسط الذي جاء منه عبر تغيير استقامته بعد استضامه بمسطح الماء كما نلاحظ هنا أن الضوء خرج من المصدر الذي هو المصباح الكهربائي واستضرنا بمسطح الماء وبنفس الوقت عادة منعكاس إلى الوسط الذي جاء منه مع تغيير الوجهاته بير جسم أزرينة أشوك تشارتون دا أزرينة أشوك تشارتون دا أزرينة جريدون أشو فارق الأوران لاردة يانصطر أي أن الضوء ينعكس بنسبة مختلفة فارق الأوران لار أي نسبة مختلفة بناء على خصائص الجسم الذي يصطدم به فإذا اصطدم بجسم لامع مثلا ينعكس به نسبة كبيرة أما إذا اصطدم بجسم كالخشب أو القماش أو الأجسام غير لامعة فنسبة للنعكاس تكون ضعيفة كما نلاحظ هنا مثلا إذا انعكس ضعو الشنس على المرآة والمرآة هي جسم من الأجسام اللامعة فنسبة انعكاس الضعو تكون كبيرة جدا وبإمكاننا تجربة ذلك في مصباح كهوباء الآن إذا كان لدينا مسطح ما وقمنا بتوجيه الضعو عليه فالأشعة القادمة من المصدر يطلق عليها اسم جلان أشن أي الأشعة القادمة أما الأشعة الصادرة فيطلق عليها اسم جلان أشن أي الأشعة المنعكسة وهنا تعريفها بير جسم دورو جلان أشك أشن لرنار جلان أشن أي يطلق اسم الأشعة القادمة على أشعة الضوء القادمة مباشرة إلى جسم ما بشكل مستقيم جسم جلان أشعة القادمة على أشعة الضوء القادمة على أشعة الضوء العائدة إلى نفس الوسط الذي جاءت منه بعد استضامها بالجسم الآن لدينا نوعين من النعكاس الضوء دسجون يزيلات دايا الصمة أي نعكاس على أجسام المسطحة المستقيمة وبرزلو يزيلات دا ينصبا النعكاس على الأجسام الخشنة لنبدأ بالأجسام المستقيمة بير بيرنا باراليل عوارق جلان أشك أشن لر دسجون بير يزيدين ينصدون دا بو ينصيان أشك أشن لر دا بير بيرنا باراليل دير باراليل أي أنها متوازية أي أشعة الضوء التي تأتي من المصدر بشكل خطوط متوازية كما نلاحظ هنا إذا اصطدمت بي دسجون بير يزيدين أي أنه سطح مسطح كما نلاحظ هنا فإن الأشعة الصادرة المنعكسة أيضا تنعكس بشكل خطوط متوازية كما نلاحظ هنا فالأشعة الصادرة إذا اصطدمت بي سطح مسطح ومستقيم تعود وتنعكس بشكل خطوط متوازية أيضا بير يزيدين بير بيرنا باراليل عوارق جلان أشك أشن لر أم بو يزيدين بير بيرنا باراليل عوارق ينصمصنا دوسجون ينصماء دينير يطلق على هذا النوع من الإعكاس الأشعة المتوازية على سطح المسطح وعودتها بشكل خطوط متوازية نستطيع أن نقول أن الانعكاس المستقيم أو الانعكاس الأملس أو الانعكاس المسطح وأفضل تعبير عنه هو الانعكاس المستقيم الان دزقون ينصميحاً ندينة على الانعكاس المستقيم أو الانعكاس الألمسطح الشكل يوجد عقب المسطح لأيونها بشكل مباشر فإن هذه المسطحات تبدو إلينا لامعة بارلاك أي أنها لامعة ومن الأمثلة على هذه المسطحات اللامعة التي إذا اصطدمت بها أشعة الضوء ينعكس قسم كبير منها على عيولنا مثلا ينقل المش مطال بيرب كارشوك أي ملعقة مثلا قد تم شراءها حديثا فما تزال جديدة ولامعة درجونسو أي المياه الراكدة جلال عن مش بير ماسا أي طاولة مسقولة قد تم سقل سطحها أين المرآت فيني بو يان مش بير أوتوموبيل أي سيارة قد تم طراؤها حديثا يزيين دزقون يزيل الأرناء في ريلا بيلير يمكن ضرب هذه الأمثلة على المسطحات الملساء أما فروز ليو يزيلين دا يانسما أي إنعكاس على المسطحات المتعرجة أو الخشنة كما نلاحظ هنا مثلا نلاحظ أن الأشعة الواردة قد وصلت إلى السطح بشكل خطوط متوازية الخطوط الزرقاء جميعها متوازية أما إنعكاس هذه الخطوط وهو الخطوط الحمراء فهي كما نلاحظ مشتتة ومباثرة في كل اتجاهاته فهذا الإنعكاس يطلق عليه اسم دا يانسما أي الإنعكاس المشتت أو المباثرة وتعريفه يطلق إسم الإنعكاس المباثرة أو المشتت على الإنعكاس أشقة الضوء القاني من شكل خطوط مستقيمة متوازية وعند استضامها بسطح ما تناكس بشكل استقامات مختلفة والأمثلة عليها تحت أي الخشب مثلا الدوار أي الجدار كتاب ماسة طاولة بقماش القماش فرزلوا يزيلة أرنك فير إلى برير أي يمكن ضرب أمثلة على مسطحات الخشنة كما تم ذكره دانك يانسمايا ندان أولان يزيلة دان يانسيان أشق أشن لرنون بيك بالقسم جزنزاء أولاشماز أي السبب في كون هذه المسطحات هي مسطحات خشنة وغير لامعة هو أن قسم كبير جدا من الأشعة التي تسقط عليها لا يعود مباشرة إلى أعيننا كما هنا في هذا المثال هنا ذكرنا منذ قليل أن قسم كبير من الأشعة الواردة على السطح الأملس واللامع تعود إلى عين المشاهد مباشرة لذلك يرى هذا السطح لامعة أما الأسطح الخشنة والغير لامعة فالسبب في ذلك هذه التعرجات الموجودة على أي سطح خشن طبعا هي صغيرة لقد لا نراها بالعين المجردة على هذا الشكل قد تكون أصغر من ذلك بكثير وهذه صورة مكبرة ولكنها كفيلة بأن لا تسمح بإنعكاس الأشعة بشكل خطوط متوازية وبالتالي فتتشتت الأشعة ولا تصل إلى عيونها بشكل مباشر فنرى هذه السطح على أنها غير لامعة بو ندان لبرزلو يزيلانا جنالك لا مات جرنر لذلك فهذه السطح الخشنة جنالك لاي بشكل عام مات جرنر أي أنها تبدو مات كما نعلم جميعنا معنى كلمة مات أي أنها غير لامعة الآن صفحة 131 ينصم من كرالر فارمدر أي هل هناك قواعد معينة للإنعكاس طبعا بالتأكيد هناك قواعد معينة للإنعكاس الطوء كما سنرى هنا إذا كان لدينا مسطح معين الخط العمودي الذي يسقط على هذا المسطح يسمى نورمال أي الخط الطبيعي فإذا سقطت الأشعة بشكل عمودي على هذا المسطح فإنها تعود إلى نفس المصدر الذي جاءت منه نورمال اسم هذا الخط الطبيعي الرئيسي كمقياس يعني أي هو قطعة مستقيمة أي أنه قطعة مستقيمة صنال لأنها وهمية أو افتراضية لا نراها بالعين مجردة وإنما نحن نقصرها افتراضا لكي نقيس زاوية الأشعة الواردة والأشعة المنعكسة ديج أي أنها عمودية أي أن الزاوية هنا كما نلاحظ هي زاوية قائمة والزاوية من الطرف الآخر أيضا هي زاوية قائمة فهذا الخط الذي يطلق عليه اسم نورمال هو قطعة مستقيمة افتراضية وعمودية تعتبر المؤشر عند قياس زاوية الواردة التي هي جلان أشن وزاوية الألنعكاس يعني صيان أشن جلان أشن يزايا ديجئي نقطيئ ديجئي نقطيئي ديجئي ديجئي أيتي مرسم الزاوية كما نلاحظ هنا الزاوية عند ورود الأشعة القادمة بشكل زاوية قائمة أيضا اشعون ويصدق ويصدق ويزاين 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 أشعون بمادة كما نلاحظ هنا لنفترض أن هذا السطح هو سطح مرآة تحت هذا السطح مباشرة هذا المسطح الذي يتم تمشيطه لكي تنعكس عليه الأشعة يظهر لدينا خاصية عدم السماح للأشعة بالمروض جلان أشن نورمال يعطي أشعة يطلق يطلق اسم زاوية الورود أي بمعنى زاوية المجهي على الزاوية التي تشكل بين الأشعة الواردة وخط نورمال هذه الزاوية كما يطلق اسم يانصماء أي زاوية المنكاس على الزاوية التي تشكل بين الأشعة المناكسة وخط نورمال أي هذه الزاوية هنا فإذا كانت مثلا زاوية الورود 45 درجة يجب أن تكون زاوية المنكاس أيضاً 45 درجة وبالتالي هنا ما بين نورمال وبين زاوية الورود وزاوية المنكاس يجب أن تكون زاوية 45 زاوية 45 أي 90 درجة أخيراً قواعد المتعلقة بإنعكاس الضوء حسناً هنا يجب أن تكون أخيراً أخيراً أي تحقق إناكاس الضوء على أي سطح ما بناء على قواعد محددة أي الأشعة الواردة يجب أن تكون الأشعة المنعكسة والنورمال أي أن هناك علاقة بين خط نورمال الخط الرئيسي الذي يعتبر كمقياس للتمييز بين الأشعة الواردة والأشعة المنعكسة لا يجب أن تكون أخيراً أخيراً أي يقوم العلماء بالتعبير عن هذه العلاقة بقواعد الإنكاس بكرة أي هذه القواعد هي ما يلي أولاً أخيراً أخيراً النورمال تماماً فإنها تنعكس أيضاً فإذا قمنا بتوجيه ضوء من الأعلى بشكل عمودي على المسطح فتعود الأشعة المنعكسة إلى المصدر الذي جاء وبذلك أعزائي الطلاب ينتهي القسم الأول من هذه الوحدة ولا نلقاء مع القسم الثاني المتعلق بالصوت قريباً بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة